تنفيذاً لتوجهات الحكومة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة المواطنين شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية هدوءاً في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وقال محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان إن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي مظاهر للتجمعات والاحتفالات بعيد الفطر في اليوم الأول والثاني بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحضائق وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا